أنا تفضل كنت عاوز أقول بس إضافة لكلامك من حديثي معك أنه أنت أخدت كمان خطوة جريئة خطوة مهمة اللي هي خطوة المعمودية ممكن نشاركنا عن هذه الخطوة وعننا على فكرة يمكن بعض الصور اللي أرسلتها نحن ممكن كمان نشاركها على الشاشة تفضل قسيس علي ماشي لما أنا لقيت أني عشان توصل إلى الملكوت لابد أن تلت من جديد فأنا قررت أن أحمل العمل دول على فكرة ما فيش حد يعلمني حاجة ما فيش حد بيزقيني ما فيش حدي بيعمل لدرجة أن الناس كانوا بيقولوا لمراتي جوز جلو خبلان أو اتجنن ولا خدي ودي الدكتور يعني عرضي على دكتور نفسي أو حاجة زي كده بس هما ما كانوش عارفين وما كانوش حاسين أن اللي بيعمل فيا كده هو ربما ربما بيشكلني أنا روحت على كنيسة أرثولبصية في المكان اللي أنا عايش في دي وقت فإطراعوا مني وبقاهم خايفين أنهم يتكلموا معايا وكانوا يعني زي ما بيقول بيزقوني برا الكنيسة يعني فأنا خدت بعضي وروحت للكنيسة الكاتولوكية رومان كاتولوك شيرش وروحت كلمتي الأسيس وبقول له أنا قريت الكتاب المقدس وربي يسوع المسيح بيقول كذا وانا عايز أقوم بيزق عم قال لي اوه بس انت عارف علشان تتعمل في الكنيسة الكاتولوكية لابد انك انت تخش كلاس اسمه يعني بتاخد فيه التعليم المسيحي The Catechism of the Catholic Church فقلت له أنا ما عنديش أي مانع يعني قال لي بس السنة دي مش نقدر لأنه الريدي الدراسة ابتدت من شهر التسعة والكلام ده كانت ساعة تشهر 11 فقلت له يعني قال لي يعني ممكن أدرس معاك مرة في الأسبوع وبعد كده على السنة الجاية تتعمل فأنا قلت على السنة الجاية يعني هنتظر سنة ونص علشان أتعمل فقلت له خلاص بدعم انت بتقول كده نعمل كده وبعد كده في يوم من الأيام وأنا نايم الرب يسوع المسيح والسيرة العذرة مريم كما بنشوفهم في صوارهم والأيكونات بتاعتهم جايين لي في المنام على بصات زي بصات الريح وجايين لي في المنام هما اللي اتنين وبيبشروني بإني هتعمد السنة دي مش السنة اللي جاي فأنا كنت كل يوم جمعة بروح أقبل الأسيس ده كان يوم خميس فيوم الجمعة أنا رايح للأسيس وفي قلبي فرح وعايز أعرفه إن شفت المسيح وشفت العذرة وبيقولولي إنك أنت هتتعمد السنة اللي هاليلويا خدت بعضي وروحت ع الكنيسة فالأسيس أول ما بيشوفني بيقوللي تعالي تعالي يا قص كل يوم أربع وكل يوم جمعة يوم الجمعة هتكون بتدرس معايا ويوم الأربع هتوصل مع الفاصل اللي هم عشان يتعمده قلت له أكيد أنا أعمل اللي انت تقولي عليه فأنا مرضيتش أقوله بقى على الحلم اللي أنا حلمته أو الرؤية اللي أنا شفتها لأن خلاص الرؤية اتحققت أول ما أنا وصلت الكنيسة الأسيس خدني وقاللي الكلام دوت فأنا مرضيتش أقوله أنا عايز أقوله إيه لأن أنا شفت ربنا حقق الرؤية